وحدها الصورة تحكي مستودعات المطار فاضت بالبضائع المكدسة والمطار يتهدد بضائع أخرى تنتظر في الخارج إنها نتيجة الإجراءات الجمركية المشددة التي ذهب فيها الصالح من كبرى الشركات المستوردة بظهر الطالح من المهربين والمتهربين من الرسوم كما في المطار كذلك في المرفأ هذه هي صورة ألاف الحاويات المكدسة تنتظر الكشف وحركة تخليص البضائع وأخراجها من المرفأ تتأزم بين ضغط تخليص بيانات الكشف وضغط تخليص سمعة لبنان هذه هي الإجراءات المعتمدة حتى أشعار آخر 24 كشف سيعملون من الثامن صباحا وحتى السادسة مساء وحتى أيام الأحد هذا ما وعد به وزير المال علي حسن خليل الهيئات الاقتصادية والصناعية التي استنجدت به ولكنه ووزيري الصناع والاقتصاد أكدوا بصوت واحد أن لا تراجع عن الإجراءات الجمركية المشددة خفف إلى حد كبير عمليات الهدر وأعاد النظر بالكثير من البيانات الجمركية التي كانت مقدمة للدخول على البلد وفيها نوع من التهرب الضريبي ضبط كثير من عمليات إدخال بضائع خارج المواصفات وخارج البيانات الطبيعية لإله في كثير من الأصناف التي كانت تدخل تحت عنوين معفية من أجل أن تسوق من دون الرسوم المطلوبة ولأقول بهذه المناسبة أن كثير من الأبواق التي كانت تتحدث عن المرفأ وتطلق اتهامات سياسية ندينها ونستنكرها ونرفضها بالكامل تعم كامل لمحاربة الحساد التي يمكن أن يصير من خلال المرفأ حلت قضية الاستيراد للصناعيين وفتح الخط العشوائي أمام الشركات المعروفة بشهاداتها العالمية خففت ضغط بنسبة 28% واتفق على أن ترفع الهيئات الاقتصادية ورقة بمطالبها لتدرس في اجتماع أخير في 20 نيسان الجاري وبالانتظار 600 شركة وهمية هي التي فرضت الإجراءات الجمركية المشددة